اشتركوا في القناة بأعمال الله هنا بنلاقي ان الرسل نفسهم لم يستسلموا لفكر الموت فالرسول بوليس لما كان في خطر التلاميذ والناس معاه هربوا عشان هو مش عايز يموت لانه في رسالة ليه في الحياة عشان كده انا بقول الكلام ده كمان لينا جسيس نظار انا بقول الكلام ده لينا كمسيحيين احنا متجيين عشان نموت احنا مش عايشين في العالم عشان نموت احنا بنقد رسالة عشان كده حتى الموت المسيح جال عنه انتقال فهنا المسيح بيعلمنا ان احنا وجودنا في الحياة للحياة وان احنا نوصل رسالة للحياة حتى انه وصفنا ان احنا نور العالم وملح الارض عشان يخلي رسالة الحياة تنتشر وفكرة الحياة تنتشر الرسول بوليس برضو جال حاجة فاني محصول من الاثنين ليش تهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا وان ابقى في الجسد الزم من اجلكم من اجلكم فهنا الرسول بوليس بيقول وجودي مع المسيح ده مهم ورائع جدا جدا بس كمان وجودي في الارض مهم عشان اوصل رسالة المسيح والكلام ده موجود في الكلمة الله في الكتاب المقدس فاني واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان ده النموذج الاول اللي انا خدته رسول بوليس في فكرة الهروب من الموت النجاة من الموت حبه للحياة النموذج التاني هو رسول بوليس نفسه بس مع الاخرين مش مع نفسه انه هو عايز الحياة لنفسه لا رسول بوليس في اعمال 16 اتوضعه هو وسيله في السجن ووضعت ارجلهما في المقترة يعني خده اشد انواع التعذيب سجان فيليبي هو كان المسؤول عن تعذيبهم هو كان الحارس على السجن عشان يعذبهم هنا خليني افكر بالفكر البشري العقل البشري انا بتعذب ربنا اداني فرصة انه اتخلص من المعذب بتاعي ومش هكتله انا هو هيكتل نفسه حسب الفكر والمنطق البشري هاعمل لو كنت طبعا لو كنت مودرن يعني هعمل بس رقعتين شكري لله ويقول له شكرا لانا خلصتني من عدوي لكن هنا مش الفكر البشري هنا الفكر المسيحي يقول له لا تفعل بنفسك شيئا رضيا رجل استنل سيفه حاول يكتل نفسه قال له لا تفعل بنفسك شيئا رضيا لان جميعنا هنا اللي عايز اقوله من القصة دي يعني قصة يعني حدث مؤسس جدا جدا وبيبين سمو الفكر المسيحي مش انا عايز احيا بس ده انا عايز الاخرين يحيو مش الاخرين ام احباي واصدقائي عدوي اللي بيعزبني انا عايزه يعيش وده كان مثال السمو والفكر الالهي الرائع اللي فيهم هو الرسول بولوس وعشان كده الشخص ده يعني هؤمن بيه اكتر احلى من كده فقال له انت عايز نعمل ايه؟